تشوكليت وورلد هنعمل البراميدز المولد ده من شركة تشوكليت وورلد هنعمل الحشوة من النوتلا وانا عامل الرسي بتاع النوتلا هسيبه لكم في صندوق الوصف من الالف للياء ازاي نعملها وتطلع لمعة كل التكنيك وكل سر الشوكليت في الفيديو ده تابعوا للنهاية هيعجبك جدا واهم حاجة في المولد او الفورمة بتاع تشوكليت وورلد انها ضمان مدى الحياة استحالة تنكسر بسمي احمد عبدالسلام يونس على قناتي اكتر من ربعمائة فيديو زي ما انت شايف ازاي تعمل اي حاجة في الحلواني مكرون كيك موس فيجان ايس كريم لين انت عاوزه وشعري دايما ليه تتعب اكتر اما ممكن تتعب قال نقول بسم الله ادينا جبنا الشوكولاتة اي نوع طبعا دي الشوكولاتة مستوردة خمسة خمسين في المية واخدها زي ما انت شايفين كده على حمام بخار وهم حاجة في حمام البخار ان المية ما تلمس الاعدة بتاعت الحلة حلة او بولا وبعدين بتسيح وزي ما مع بعض اما نيجي نحط الترمومتر ما نقراش على طول لازم نقلب في الشوكولاتة لمدة عشر اتناشر ثانية وتزهر معايا الدرجة الحقيقة الشوكولاتة خمسة واربعين او بالزاب سبعة واربعين والمية دي مية بردة يعني احنا سخدناها على مية سخنة دلوقتي هنعمل تمبرينج على مية بردة من الحنفية عشرين درجة مقوية يعني الدرجة المية للنازمة من الحنفية عشرين درجة مقوية هحط عليها البولة الازاز وخليها المية تلمسها افضل اقلب فيها كل شوية بصها هتوصل لدرجة سبعة وعشرين خلاص سبعة عشرين درجة مقوية هجيب بولة تاني مية سخنة وارفع درجتها الواحد وتلاتين يبقى احنا سيحنا الشوكولاتة التمانية واربعين درجة مقوية نزلناها السبعة وعشرين رفعناها تاني لدرجة واحد وتلاتين دي الشوكولاتة السودة وباستخدام مية سخرة ومية ساعة يعني ما فيش ابسط من كده بعد كده بعب الفرف زي ما انتو شايفين بمعلقة بلوش اللي انتو اللي عندكم وبفضل اهزه شوية ده مهم ليه بيطلع الهواء او من جوه الشوكولاتة ويخلي الفرمة كلها من برة لميعة طبعا لازم لازم اعمل زي ما انتو شايفين كده شايف البابلز ده اللي بيطلع ده اهم حاجة في اللي اعمل الشيب بتاع الشوكولاتة ومبقاش فيه اخرام لازم بسيبها بالزبط تلاتين ثانية او دقيقة درجة حرارة الغرفة درجة حرارة الغرفة من تمنتاشر لعشرين درجة مقوية تمام بعد كده بفضيها افضل اهز انزل كل الشوكولاتة وبعد كده بمسحها يبقى احنا كده عملنا الشيل يعني عملنا الغلاف من جوه وتأكد طبعا انت لو عاوزه سميك ما بتهزش كتير عاوزه رفيع رقيق وده احسن حاجة عشان ناخد حشو كتير بتفضل تخبط فيه تاني لحد ما ينزل كل الاكسرا وبعدين بميله زي ما نشايفين ابسايد داوين على حاجة عالية ارتفاعها اتنين سنتي بحيث لو فيه اي حاجة زيادة بتنزل وبعد كده بنظفها وببدأ اعمل الجناش بتاعي طبعا انا عامل كزا جناش للبنبون راسبري بستاشيو فوزدو برالين نوتيلة كل حاجة دي موجود على القناة فياريت تشوفوها بعد كده بعب الفورمة بسيب حوالي اتنين ونص ملي او اتنين ملي فاضي اللي انا هغطي بيها شوكولاتة وبعمل بهزها كده فطلعت البابلز او الهوى وخليت الشكل مستوي طبعا لو حشوة تقيلة قوي يعني خفيفة قوي بسيبها ممكن احطها دقيقتين في التلاجة تشمع الوش بتاعها لو هي سيلة لكن في حالة النوتيلة اللي احنا حشينها ديت فانا مش ميديها يعني بسيبها كده دقيقة تشد لوحديها على الساس اصب من عليها واحسن حاجة اما بايبينج باك اما بعمل كورني من الشوكولاتة ديت وغطي النوتيلة اما يكون الحشوة بتاعتك خفيفة دي افضل طريقة لها وغطي كل الفورمة انا عشان في ناس كتير طلبة مني التفصيل المملي ده فانا مطول الفيديو ست دقايق النهاردة عشان بس ايه اخواتنا في البيت المفتدئين والناس اللي لسه بتتعلم شكولاتة ومع انهاش زبدة كاكاو تلون الوان او تعمل اي حاجة فانا حبيت اعمل لها الفيديو ده زي ما نشوفين بعد كده بساوي الفورمة وبامسع عليها بقر شوية بالاسباتول بحيث يطلع بالزبط على قد الشوكولاتة بسيبها انا بسيبها برة التلاجة يا شباب لمدة ربع ساعة ما هي تشد وبعدين بحطها في التلاجة لمدة ربع ساعة وزي ما نشوفين اللمعة جميلة ازاي والفورمة طلعة زي الفل هو ده الحشوة طبعا انت اختار الحشوة اللي انت عاوزها انا حبينا ايه اوريك انا عاملها نوتلا وانا عامل كزا حشوة نوتلا وازاي تعمل برالينبس وازاي تعمل بستاشو بس كل موجودة على القناة وحاول اسيب لكم الرابط او انت اخد جولة على القناة وشوف طبعا حشوة طعمها جميلة جدا ودي فورمة تاني انا عاملها بس احاطت السنة بتاعت السل من الهرمي شوكولاتة بوني يعني نفس الطريقة انا عامل اللي هو اول درجة في الهرم شوكولاتة ملك وبقيت ايه الهرم شوكولاتة صودة واتمنى يكون الفيديو عجبك ياريت لو عجبك الفيديو تدعي لامي او ابي بالرحمة وياريت تسيب كومنت وشكرا لكم اشتركوا في القناة